مجلس الوزراء النهاردة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل شهد توقيع بروتوكول تعاون بشأن شهادة أمان فاكرين حضراتكم شهادة أمان دي اللي كلمت حضراتكم عنها على مدار اليومين اللي فاتوا وهي الشهادة المتعلقة بوجود تأمين على العمالة اليومية الحرة الغير منتظمة ودي كانت المناجدة اللي عملها الرئيس عفتاح السيسي للحكومة المصرية من حوالي اسبوعين لما قال لهم الناس دي لو حصل لهم عجز أو إصابة أو وقوف أو تأقف عن العمل لقدر الله مين يصرف عليهم مين يأمنهم مين يصرف على بيوتهم فاشتغلت الحكومة وتعاونت مع البنوك وتوصلوا إلى الإعلان اللي أنا قلت لحضراتكم مبارح أو أول مبارح وهو شهادة أمان اللي قيمتها 2500 جنيه قيمتها 500 جنيه ومضاعفاتها خمس مرات تصل إلى 2500 جنيه بعائد 16% ومدتها ثلاث سنوات والتعويض يصل إلى ما يقدر إلى 250 ألف جنيه فبالتالي الدولة لأول مرة تفكر في عملتها غير منتظمة حتى لو كان مكانش لي حقوق إيمانا من الدولة بأن أي مواطن يعيش على هذا الأرض له حق على هذه الدولة رئيس البنك الزراعي المصري السيد القصير السيد السيد القصير مساء خير يا فن السلام خير إزاي ما عليك يا فن الله يسلمك فن إزاي الصحة طبعا بنك حضرتك واحد من البنوك اللي بتصدر هذه الشهادات وأنا أعتقد أنها نقلة نوعية مهمة جدا في تعامل الدولة مع العمال أي أن كان هذا العمال من العمال الزراعيين العمال الصناعيين كذا 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 لكن هو تعامل مختلف وأعتقد أن الرسالة دي هتفهمها العمالة وحتقدرها وحننتظر منهم عمل وجهد وإنتاج مختلف في الفترة القادمة طبعا ترتيبات اللي عند حضرتكم أهو أهو إحنا طبعا كبنك زراعي مصري إحنا أكبر بنك منتشر إحنا عندنا 1200 وعشرة فرع في كل أنحاء الجمهورية في الريف القرى الصعيد الدلتة يعني متواجدين بجانب الناس إحنا بنقدم وبنترح هذه الشهادة لكل ألو لكل العمال سواء مؤقتة أو سميين سمعنا يا تامير بيه سمعت جدا يا فن وبالمناسبة هي مش للعمل المؤقتة والمسلمية فقط هي لأي مواطن عايز يستفيد بمزايا هذه الشهادة لأن الشهادة دي بالأمانة هي بتتضمن مزايا غير مسبوقة شهادة بتعطي عائد مرتفع يصل إلى 16% بتقدم مظلة تأمينية غير مسبوقة بتستفيد بالتعويض التأميني مجرد تقديم لقدر الله شهادة الوفاة فقط يحصل على المظلة التأمينية بدون كشف طبي بيشتري الشهادة ببطاقة الرقم القومي فقط فأعتقد أن مزايا هذه الشهادة تشجع أي إنسان أن يأمن مستقبل أولاده فيما بعده أو يتعرض الرزق اللي بيتعرض له فهي بتتضمن مزايا كبيرة ودي زي ما حضراك قلت دلوقتي أن ده منتج لأول مرة الدولة بتهتم بالعملة المسلمية والمؤقتة وأصحاب الدخول الضعيفة والناس المتشرين في الريف والقرى دول عددهم كبير يرفع روحهم المعنوية وتساعدهم لأنهم لهم دور كبير في النمو الاقتصادي والدنمية ده هم لهم الدور الأكبر يا فن هذا المنتج أعتقد أن ده سمار جهد وترجمة حقيقية لتوجهات سيادة الرئيس ما بين محافظ بنك المركزي والبنوك القطاع العام الأربع اللي هو البنك الآلي وبنك مصر وبنك الزراعي والمصر وبنك غيرة والحكومة والرقابة الإدارية كل الناس اشتركت في هذا المنتج بحيث أصبح بهذا الشكل بيقدم مزايا وإحنا نتمنى لكل المواطنين يتقدموا لفروع البنك عندنا أو أي مكان نقدم هذه الشهادة إحنا كمان عندنا توجه وخطة إن إحنا نصل إلى الفلاحين والمزارعين اللي هم إحنا بنتعامل معهم إحنا لسنا فقط بنتعامل مع الفلاح والمزارع وين دول بصفة سيئة أنا في تصور إن إحنا في الأيام القادمة إن إحنا هنوصل لهم في الجمعيات الزراعية كمان وأماكن تجمعاتهم نطرحلهم الشهادة في أماكن تواجدهم تمام عشان نوفر عليهم كمان ثمان المواصلات لأن إحنا هذه الشهادة تباع بدون أي مصارير بيفتح الحساب بدون أي رسوم هنوصل لهم لمكانهم عشان كمان نوفر عليهم المواصلات هاي هو ابتدى الإخبال عليها أفندم وده لسه إحنا النهاردة في خلال اليومين اللي فاتوا دول إحنا طبعا عشان عارف إن إحنا لأول مرة إحنا النهاردة كنا بنشهد في حضور معالي دولة رئيس الوزراء وسيد نائب محافظ بنك مركزي ممثلا عن محافظ بنك مركزي توقيع الاتفاق ما بين البنوك وشركة مصر التأميلات الحقيقة إحنا بدأنا خلال اليومين اللي فاتوا دول إحنا إجمال الشهادات اللي اتبعت النهاردة وإنبارح حوالي 1650 شهادة الفئات كلها بتتركز في الفئة السويرة اللي هي 500 جنيه وده بيتدي دلالة على إن فعلا الناس البسطاء حاسين بالشهادة وإحنا في الأيام القليلة في الأيام القادمة هنروج لها وهنوصل في محضرات بتقول لهم بس إحنا بنناشد الناس اللي مش معندهمش مظلة تأمينية اللي معاشهم بسيط اللي دخلهم بسيط الحالات دي إنهم يفتفدوا بهذه المزايا أي خصوصا حاجة قلت إنها مفتوحة للجميع مفتوحة لأي إنسان يتقدم ببطاقة الرقم القوم فقط نعم وبدون كشف طب اللي أنا عايز أقوله كمان إن ننضم المزايا إحنا بنقدم جوائز يعني عندنا 200 جايزة كل 3 شهور قيمة كل جايزة 10.000 جنيه خالية من الضرائي يعني بقى صاف صافي الشهادات يعني يا سيد بي الشهادات بتخش سحب يعني الشهادات بتخش سحب كل 500 جنيه بتخش فرصة سحب بيتخش في جوائز حوالي 2 مليون جنيه كل 3 شهور جوائز يعني أعوز أقول مزعيها متعددة هاي 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 طيب بس واضح إنه لسه محتاجين وعي أكبر ودعاية أكبر وإعلام أكبر لأنه العدد الحقيقي لسه العدد أليل يا سيد 1600 شهادة في يومين أليل حاول نزود الدوعية بحيث إننا والنسب عندها أكبر وكمان توجهات سيد الرئيس كمان في المؤتمر في العالمين إن نوجه الشركات اللي عندها عملة مؤقتة وموسمية إنها كمان لو العمال مش قادرين يشترهم الشركة تشتري لهم وتقصت عليهم المبلغ وجيت نظر وجيت نظر وجيت نظر شكرا جزيلا سيد القصير رئيس بنك الزراعي المصري شكرا جزيلا سيد الرئيس بنك الزراع